اهلا بكو انا عبد الرحمن جمال اتكلمنا قبل كده عن الويل لوبس وقلتلك ان الويل لوبس دي علشان تشغالها لازم تدي لها شرط وطول ما الشرط ده متحقق يبقى اللوب عندك هيفضل شغال النهاردة هناخد نوع تاني من اللوب وهو الفور الفور بيختلف عن الويل ان الفور ده بتشغله مثلا على لست او بتشغله مثلا على سترينج ممكن تعمل لوب على اللست او السترينج او اي نوع من البيانات عشان نكتب عندنا فور بيجي هنا ونكتب كلمة فور وبنسميها اي اسم احنا عوزينه ولكن مثلا هسميها نيم او ممكن تسميها اي اسم ممكن تسميها سي ممكن تسميها اكس ممكن تسميها اي حاجة وانا هنا هسميها نيم عشان بس تكون منطقية وهكتب هنا ان انا بكتب فور وبسميها اسم وبعد كده بكتب ان وهعمل لوب مثلا على الكلمة دي وهي عبد الرحمن يعني اي不知道 لوب على الكلمة دي فكرة ان انا اعمل لوب على سترينج اذا انا هطبع كل حرف لوحده تمام تعالوا لما نشوف الكلام ده بيحصل ازاي هعمل هنا كلهم وهنزل بالانتر ولازم يكون في الفرق ده تمام وبعمل هنا print وبطبع name خلي بالك انا بكتب هنا اسم الفور وبعمل run فطبع لي ايه تعالى بس كده لما نكبرها كده شوية ونعمل run طبع لي كلمة عبد الرحمن ال a الوحيدة وال b الوحيدة الى اخره هي دي الفكرة ممكن تطبعها بالشكل ده وممكن تيجي من بره خالص وتعمل مثلا variable جديد وليكن اسمي x واخد دي كده في تمام واكتب هنا variable على طول هي هي وبعمل هنا run بيطبعها لي برده تعالى بقى لما نلغي ونستخدم عندنا بيانات تانية غير el string ممكن اجي هنا واعمل list وهدي لها مثلا عبد الرحمن برده وهنا مثلا احمد وهنا مثلا حسن تمام هنكتفي بدول وانا هنا عامل ال x اذا خلاص انا هطبع هنا list على طول لما بتعمل loop على list انت بتطبع كل عنصر في سطر لوحده يعني لو جيت هنا وعملت run هيتبع لي هنا عبد الرحمن واحمد وحسن كل واحدة فيهم في سطر لوحده وطبع ممكن تكتبها هنا وممكن تيجي تشيل دي كده وتحطها هنا بالشكل ده وهتديك نفس النتيجة تمام اتمنى بس في الحلقة دي تكون فهمت اللوجيك بس اللي بيشتغل بيه الفور وان شاء الله في الحلقة الجاية مكملين برضو مع بعض في الفور علشان تفهموها والسلام عليكم